حلقة التلاتة عشر اصل الحكاية. تبدأ الحلقة قبل حلقة التلاتة عشر بخوف طبعا سهام من الراجل بتاع الاعمال اللي بيهددها انه هيقول لجزها وبتقى بتقول لها مالك السهام ده مش برد. انت مش عيانة ده قلبك. هو اللي عيان قولي لي فاتفاضي لي اللي فيك قدت لها بقى الرجالة. كلهم كده مش هلوين. وكان سيد وجدتهم واحمد وعب كريم وكلهم بيفطروا. وهموا يتجمعين وبيتكلموا على مشروع الكبدة. وبيقول لابو احنا هنفتح في اخر الشارع عشان المدرسة وهنكسب ده. وعب كريم بيقول لهم دي فكرتي. انا اللي قالهمتهم الفكرة دي وقالوا ربنا بارك في المشروع ويطلع كويس. ان شاء الله. وعبد الكريم روح لجدة وترام في حضنها. اه سندس بتقول انا مريش في المشروع الصغيرة دي. واحمد الشربين روح لعم سامير في البيت الاغايب قال له ابنه ابني عند مشكلة في كندا. مراده سابيته خارط الائل وصابته وهو دلوقتي في حالة وحشة جدا وقال له عزرني انا ما جبت لكش فلوس هو شاف صورة ولاده دي بنته في الغرداء وبنته امان اللي ماتت اللي كانت معها لطول. وقال له قاعدتك دي كده مش هتنفعه لازم ترجع. تاني قال له حاضر في الوقت اللي حسن راح لمدام هالة وبيت تقدم ليه عشان يخطب مونة بيقول لها انا معجب بيها وهي قالت لي اطلب ايدي من مدام هالة. وطبعا اداها الخاتم والله ايه رأيك في قاعدة لكويس ونادهت على اه ولادها شيرين وشامعة عشان يشوفوا الحب البسيط بين الناس الفقرة وهو بلبسها الدبلة. وطبعا شيرين قالت لها ده هي هتلبس وهتعيش عيشها مملة. وطبعا شامعة كانت في ملكه التاني. علشان مش متعرفة اصلا بالرجالة وعندها قاعدة نفسية. من الرجالة في الوقت اللي كانت هالة. ورندا بيت اجتمع بعد بقول لها انت بتبتسر بها كتير. قلت له انا كنت بحبك وكنت بداري كل ده علشان صاحبتي غادة. انا كنت بحب حبك لغادة. وكان عندي شهورين لما اطلقت شهور اني زعلانة على صاحبتي غادة وشهور فرحت انك هتفضل وهفضل. احبك انا فعلا كنت معجبة بيك. قال لها ده جزاتي عشان احنا واقفنا معاك لما اطلقت من وقل في الوقت اللي كان عادل في اه احمد بيقول له انت اه هتعمل العملية. قال له هعمل العملية ما فيش فلوس. العملية تكلف كتير. قال له لا هتزال دبر ان شاء الله. وشايماء قاعدت تكلم امامتها وتقول لها انا مع هادة من الرجالة. وانا مش هبقى زيك. وابا بعدها كان وحش وانا عنديش استعداد اخلي فاسيب غدا راحت لقاعدل وكان مع مفاجأة المأزون مهند وعلا واحمد وكتبوا الكتاب وتجاوزوا من تاني. فمفاجأة حلوة جدا عملها احمد لقاعدل ولاده. ويحيا جاي صالح شاماء ولكن بتصده. بتقول له القرار ده مش قرارنا احنا مش قرار ابوك. قال لها ممكن ابوي يموت ونفسه يشوف حفيد ليه قالت له مش دعوة ابوك. ومش هنفذ رغبته. الا بمزاجي انا مش بمزاجي هو. لها فتكري ان انا جيت لك. وسبت ومشت وعدت محاضرة الامة هالت لها انا مش هبقى زيك اماما انت طيبة. انا مش هغلط نفس الغلطة بتاعتي. بتاعتك. ان جوزك يسيبك وانا ارب العيال لوحدي. وكتبوا الكتاب عادل وغادة. ومهند واحمد وفرحانين واحمد قال لهم يلا بقى نسيب العرسان لوحدهم. وكان مقصود جدا عادل امرات وغادة بتقول له وحشتني. وهو قال له وانت كمان. وكان طبعا احمد ومهند اولاد عادل هو يا اولى في العربية. وبتقول له بابا وحشني قوي. وقالت لها قالت له نفسي نتجمع يا عمي. في الوقت اللي عادل بيعزم غادة بتقول له انت عليك. تسيبني. قال لها عشان ما تتواجعيش. قالت له لا انا تواجعت كتير. منتصر وتوقع بتقول له لازم تحلف انك ما تأكلناش حرام تاني. اما كلمتين امسك المصحف واحلف. انك مش هترجع الحرام تاني. وفانا حطي ايده على المصحف في الوقت اللي في نهاية الحلقة. اه مامة احمد بتفتكر اه ابوها اللي مات وبي احمد بفتكر لما كان هرب بيهم وقى في الترعة وخمس عيال اه مصطفى ومحمد وياسين وحسين مات وهم وابوهم وما قدرتش اعمل حاجة قالت جيت مصر هنا وما كانتش معي حاجة. واحد خرج عن طوع اللي هو عادل واحد كاتم في نفسه اللي هو انت. وفي الوقت اللي بتنتهي الحلقة اعلى. ان سهم بتقوله انت مطنشني يا احمد لي كده بتتحك للناس كلها. ما بتتحكش معي اللي انا في اهموم مكافية الدنيا كلها ما تكفهاش.